بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه حياكم الله في لقاء متجدد برنامج مدارك وفي حلقتنا هذه نرى جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نرى جزاء الإحسان في قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام عند الإبتلاء المتعلق بالذبح الموحى إليه من الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هذا الإبتلاء العظيم أن إبراهيم سيد بحبنا ثم استجاب ورد الإبن بثبات وصبر وحلم فإن إسماعيل حليم كما بشر به المولى جل وعلا فبشرناه بغلام حليم وكما ذكر عنه أنه صابر وإسماعيل وليسع وذلكفر كل من الصابرين صابر حليم مستجيب لأمر الله أسلم أمره لله هو وإبراهيم فلما أسلم لأمر الله وتله للجابين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين الله أكبر هذا العمل الصالح الذي قام به إبراهيم وهذه الاستجابة الحسنة التي قام بها إبراهيم وابنه إسماعيل أكرمهم الله تبارك وتعالى فخفف عنهم ونسخ الحكمة المتعلق بالأمر بأن يذبح الأب ابنه وفديناه بدبح عظيم فجاء بعد ذلك الأضحية التي شرعت للتقرب إلى الله بالذبح إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فكان هذا الذبح وكان هذه الأضحية في عيد الأضحى المبارك وكيف أن أجل سلم ذكر من لم يضحي وكان له سعة يعني عنده مال وعنده سعة ولم يضحي فليس منا أي أن من شعائر هذا الدين أن يضحي المسلم الغني عن نفسه فيذبح أضحية تقرباً إلى الله تبارك وتعالى ثم بعد أن استجاب إبراهيم وبعد أن كفاه الله تبارك وتعالى بعد أن نجح في الاختبار كفاه أن يذبح ابنه جاء كرم الله عليه بأنه تركنا عليه في الآخرين وانظروا إلى هذا الجزاء الكريم بالمستجيب الذي يستجيب لأمر الله يكرمه الله جل وعلا بالثناء الحسن وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا له ذكراً جميلاً وثناءً حسناً في الآخرين لذلك إلى اليوم وإلى قيام الساعة نذكر قصة إبراهيم ونذكر صبر إبراهيم ونذكر ما جاء من أداء إبراهيم لما أوجب الله جل وعلا به عليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتم إبراهيم جميع الاختبارات ونجح في كل الابتلاءات فكان من المحسنين وجزاه الله على إحسانه إحساناً وذكراً حسناً في الآخرين سلام على إبراهيم فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما أجمل أن يذكر الإنسان بعد موته بذكر حسن كما قال الشاعر فالذكر للإنسان عمر ثاني والله جل وعلا ذكر في كتابه في شأن ما يكتب للإنسان نكتب ما قدموا وآثارهم لذلك يحب الإنسان أن يكون له ذكر حسن بعد موته وحتى يتحقق له هذا الذكر الحسن عليه بالعمل الصالح فإن إبراهيم دعا ربه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني يا رب اجعلني أسوة واجعلني قدوة واجعل هذه الأعمال تكون سنة حسنة وذكر حسنة للآخرين وللأجياء القادمة فكان قد تحقق هذا لإبراهيم وذكر الله هذا الكرم على إبراهيم بعد قصة الابتلاء بذبح ابنه إسماعيل أشد ابتلاء أو من أشد الابتلاءات على إبراهيم أنه أمر بذبح ابنه فلما استجاب وفداه الله جل وعلا ورفع الحكم وفداه بذبح عظيم قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا له ذكرا حسنا في الآخرين فإبراهيم عليه السلام في تاريخ البشرية له مقام عظيم وذكر جميل عند الناس إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة جعل الله جل وعلا له الذكر الحسن سورة في القرآن سورة إبراهيم وذكر اسمه تسعة وستين مرة في كتاب الله تبارك وتعالى وجعله الله إماما أي قدوة للمؤمنين قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم إبراهيم عليه السلام مثال لمن ضحى في سبيل الله فأكرمه الله وعطاه خيري الدنيا والآخرة خير الدنيا بالذكر الحسن وأن يذكر بذكر الحسن إلى قيام الساعة بل أكرمه الله جل وعلا بعد هذه الآيات في قصة الابتلاء بذبح ابنه إسماعيل بقوله جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين وكذلك نجز المحسنين وهذا من كرب الله على المحسن وهي رسالة لنا القصة لإبراهيم لكنها رسالة لنا بأن نحسن فإذا أحسننا أكرمنا الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال الله جل وعلا آية عظيمة من أجمل الآيات لإبراهيم سلام على إبراهيم أمن وأمان وذكر وسلام على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين ما أجمل هذه الآيات وما أجمل هذا الكرم وما أجمل هذا الجزاء ولا يأتي هذا الجزاء إلا بعد شدة الإبتلاء شدة البلاء يأتي معه عظم الجزاء كل ما اشتد البلاء كل ما اشتد الأجر كل ما اشتدت المحن على الإنسان كلما كان جزائه أعظم لذلك هي رسالة لأمة المسلمين في هذا الزمان كلما صبرتم وضحيتم كلما نلتم بإذن الله تبارك وتعالى وكما قال المولى جل وعلا وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون يقول ابن تيمية بالصبر واليقين تنال إمامة الدين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر